السلام عليكم بونجور كتاب مصر الأديمة من كتاب مصر الأديمة أول كلمة موجودة في كتاب مصر الأديمة هي أبو أبو المصريين أبو الهول أبو دي يا سيدي مدينة أديمة تقع شمال تد أسوان بالقرب من قلب مدينة النوبة ويوجد بها أثار ترجع ما قبل الأسرات المعروفة اللي هم التلاتين أسر اللي أخذناهم عن طريق هريدوت في أثار أقدم من كده موجودة هناك في النوبة وفي قلاعة أسكرية أيضا موجودة هناك في النوبة وكانت مركز لتجارة سن الفيل 1909 اكتشفوا هرم مدرج هناك اسمه هرم الملك حابي حوني وسمي بمنزل حابي حابي ده كان أسطورة النيل وكان مسؤول عن الفيضان وخصوبة الأراضي الزراعية ده أبو يا سيدي أبو الهول وتحس برضو أن في شبه ما بين أهل النوبة وابو الهول يعني رغم أنهم مع نفس الأكس يعني مصر العليا تحس أن أبو الهول شبههم جدا تحياتي لأهل النوبة قلب مصر النبط تاني كلمة اسمها أتوم أتوم دي أسطورة معروفة كلنا كلنا عارفنا بيتكلم عن التكوين وأنه أول واحد من كون الأرض ممكن يكون أول ملك عمل دولة مصرية ممكن يكون أتوم هو دايما كان بيلبس التاجين التاج الأبيض والأحمر وكان دايما رسوماته على الجدران أنه هو بيقرخ السنين اللي حكم بها الملوك على ورق شجر ورق شجر شجرة الأشد ده يا سيدي أتوم وبرده أتوم ليه أولاد ليه شوء وتفنوه شوء الولد ويرمز للأسد رمزه رمز الأسد وكان رب الهواء وتفنوه رمزه أنسى الأسد وكانت ترمز للخصوبة والرطوبة وكان فيه أتيتيوت كده متساب إن عشان توصل للحياة الخالدة العلم الآخر السرمادي للبقاء ويبقى نجمة دايما ساطع في السماء السرمادية الخلود لازم تبقى محبوب أو يعني لازم عن طريق الملك يعني نقدر نعتبره بروتوكول للحياة إن أنت تحترم اللي أكبر منك مقاما لو رضي عنك اللي أكبر منك مقاما فده هنيئا لك وهنيئا لك في الدنيا وفي الآخرة الموضوع ببساطة يعني الأسطورة والأساطير موجودة في كل حتة في العالم فيه كتب أساطير للأشرار وفيه حيات كتيرة قوي الأغريك عندهم أساطير وكل الناس في الدنيا عندها أساطير بس لازم يبقى عندك بيان وعقل وتقدر تستوعد الخلاصة منهم لحياتك المستقبلية المهم يا سيدي تالت كلمة موجودة في كتاب مصر القديمة أخ الأخ اللي خلي بالك إن الحياة فيه نشقتين النشقة اللي إحنا عايشينها دي وفيه النشقة الأخرى النشقة الأخرى محدش يعرف عنها حاجة النشقة اللي إحنا فيها دي الجسد عارفين إن هو اتعمل من التراب وده من الكتب السماوية من طين وكاء وكان كمان يعني دي مراحل لكن نفسك بتتكون المصر قديم دي فلسفة بقى في نفسك دي نفسك دي لازم يبقى لها خمس عناصر الروح ودي ولا يعلمها إلا الله لأنه أنت نايم جسمك بيفضل شغال يعني الروح مش شغالة جسمك القرين نمرة اتنين القرين الزل الاسم والأخ تخيل الأخ من ضمن العناصر الخمسة لحياتك دي الأخ الأخ في فلسفة المصر القديم هو الشعاع المنير وتوجد على كوابيت بشكل طائرز ومنقر رفيع الأخ في المعتقد القديم كوة لا تفنى وهو من العناصر الخمسة التي يهنأ بها حياتك اللي انت عايش هدي أما الأخرى فلله الأمر من قبل ومن بعد الأخت الأخت كلمة هولغرافية وهي تعني الأفق وتعني المساحة اللانهائية التي ينشق منها الشمس اللي تهي بالحياة الأخت بالهولغرافية تعني الاستقرار الاستقرار يا سادة موجود في أختك الأخت هي الاستقرار وإخناتون ترجم الكلام دوت لما عمل لنفسه عاصمة في المينيا تل العمرنة وسمها أخت آتون أي يعني حر أم أخت تعني الأسد وتعني حورص بالأفق تحياتي أحمد فاروق طولت عليكم أتو تالير أتو تالير الأ inclusive تقن في الهولاء ترجمة نانسي قنية والميني